فعل يبار في اللغة الأسبانية له عدة معاني لنتعرف عليه في هذا الدرس فعل يبار في اللغة الأسبانية له عدة معاني هنا في هذا الدرس سوف نتعلم في كل جزء معنى لفعل يبار لنبدأ الآن يو يبو أنا أحمل يو يبا أنا حملت يو يبابا أنا كنت أحمل يو يباري أنا سأحمل لنتعرف على بعض الأمثلة احملها منظرة في الحكيب يبضى منه مزوجة أو يبضية منه مزوجة أنفسها يبضى منه مزوجة يبضى منه مزوجة عملي هنا يبضوا يعني عملي سأخذون منه يبضى منه مزوجة مرة أخيرة الآن كيف نقول بالأمس حملت نظاراتي في الحقيبة ماذا نضع لديكم الإجابة لنرى مزغفة مزغفة هي نظاراتي مزغفة هي الحقيبة مزغفة نكون يب وليس يب يب لأن حرف UB أو حرف V في اللغة الإسبانية يلفز ب وليس V مزغفة نكررها سويا مزغفة هي نظاراتي في الحقيبة 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 مرة أخيرة مزغفة هي نظاراتي في الحقيبة ننكررها سويا مزغفة هي نظاراتي في الحقيبة 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 مي يباس الليبرو أنت تجلب لي الكتاب مي يباس الليبرو كيف نقول ليلة أمس جلبت لي الكتاب فكروا جيدا لنرى الإجابة أنت تجلب ليلة أمس جلبت لي الكتاب أنت تجلب ليلة أمس جلبت لي الكتاب مرة أخيرة الآن كيف نقول كنت تجلب لي كتابا كل أسبوع كنت تجلب هي أعطوني الإجابة لنرى الإجابة مي يباس الليبرو كدا سيمانا هذه كانت عادة تفعلها كل أسبوع فإنك كل أسبوع كنت تجلب لي كتابا لذلك استعملنا يباس كنت تجلب مي يباباس مى يباباس مرأي خيرا؟ مرأي خيرا؟ الآن كيف نقول؟ ستجلب لي الكتاب غدا؟ فكروا جيدا لنرى إجابة مرأي خيرا؟ مرأي خيرا؟ ستجلب لي الكتاب غدا؟ مرأي خيرا؟ مرأي خيرا؟ مرأي خيرا؟ الآن سوف نتعرف على فعل يبارسي الذي يعني يطفك أو ينسجم هو يطفك أو ينسجم هو طفك هو كان يطفك هو سيطفك يطفك جيدا معه أو ينسجم هنا يطفك تأتي بمعنى ينسجم بمعنى ينسجم جيدا معه سي يبا بيان كون ايا كاريروها من بعد سي يبا بيان كون ايا سي يبا بيان كون ايا سي يبا بيان كون ايا مرأي خيرا؟ سي يبا بيان كون ايا كيف نقول اتفك معها جيدا؟ أنتم أعطوني الإجابة اتفك أو انسجم جيدا معها لنرى الإجابة سي يبا بيان كون ايا 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 اتفك جيدا معها سي يبا بيان كون ايا سي يبا بيان كون ايا مرة أخيرة سي يبا بيان كون ايا الآن كيف نقول؟ عندما كان طفلا كان يطفق جيدا معا أو كان ينسجم جيدا معا كان يطفق بيان كون ايا كان يطفق هي كان كان يطفق بيان كون ايا كان يطفق بيان كون الكريم كان يطفق كان يطفق كون انا كواندو ایرا نيو سيئبابا بین کون ایعا مرة أخيرة سيطفق جيدا معها سيبارا بيان يابراز سيطفق أو سيانسج معها جيدا سيبارا بيان يابراز سيبارا بيان يابراز كاره من بعد سيبارا بيان كون اي يابراز سيبارا بيان كون اي يابراز سيطفق مها جيدا سوف ترى سيبارا بيان كون اي يابراز الان سطرس وفعل يبار هنا يعني نرتدي يبام نرتدي يباموس أيضا ارتدين يبابموس كننرتدي يبابموس سنرتدي يبaremos نرتدي نفس الملبس يباموس لامسم روما يباموس لامسم روما يباموس لامسم روما للو کريرو هسويين يباموس لامسم روما نعم 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 الآن كيف نقول ارتدينا نفس الملابس الثلاثاء الماضي فكروا جيدا أعطوني الإجابة لنرى الإجابة لنرى الإجابة لنرى الإجابة لنرى الإجابة فكروا جيدا كنا نرتدي نفس الملابس كل أيام الثلاثاء كنا نرتدي نفس الملابس كل أيام الثلاثاء لنكررها سويا لنرى الإجابة الآن كيف نقول فكرو جيدا نتحدث عن المستقبل 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 يضعوا عوشان إيهانه نحن في إيهانه عاومان أتمنى ما يريفون يضعوا عوشانه يضعوا عوشانه يضعوا عوشانه نحن علم إيهانه يضعوا عوشانه نحن سريد مهيبين أحسنتم لأن كيف نقول كانوا يعيشون في إسبانيا لسنوات كانوا يعيشون في إسبانيا لسنوات فكروا جيدا سهلة أعطوني الإجابة لنرى الإجابة يبابا أن يوس ان إسبانيا ولا نقول يبابا يبابا أن يوس ان إسبانيا كانوا يعيشون في إسبانيا لسنوات مرة أخيرة مو يبين أحسنتم أنه كيف نقول سيعيشون سنوات في إسبانيا سيعيشون هي يبارات عام ينوك قريرها تذبين يبارات عام ينوك قريرها teaching يبارات عام ينوك قريرها تذبين يبارات عام ينوك قريرها настолько � vs يبارات عام ينوك قريرها لفظ الجمل كما يلفظه الاسبال مرة أخيرة ميبين أحسنتم أما الآن أريد منكم أن تشتركوا بالقناة وأن تضغطوا على زر الأجاب كذلك أن تشاهدوا هذا الدرس عدة مرات لأن فعل يبار في اللغة الإسبانية هو من الأفعال الأساسية في اللغة الإسبانية كذلك أريد منكم مشاهدة هذه الدروس الموجودة على ياساري أما الآن أقول لكم عصد الوغو اشتركوا في القناة